هو يا جماعة بجد معقول انه العالم فقد انسانيته الى هذا القدر معقول يعني كل العالم الذي ادعى انه عالم حر فقد انسانيته بالقدر ده طب معقول والله انا بكلمك بجد معقول مفيش حد عنده انسانية غيرنا هنا دي حاجة بالمناسبة ما تفرحنيش يعني لو فاكر ان انا بقول ده وانا فرحان تبقى غلطان جدا لانه ده معناه ان العالم دخل في ممر مظلم معتم اسود حالك عالم بلا ضمير على الاطلاق مش بقى الضمير العالم النائم ضمير العالم اللي في حالة ثبات ضمير العالم اللي مقايل شوية لا 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 هو مفيش ضمير لا هو الضمير مماتش هو مفيش ما هو استحالة استحالة انه كان في ضمير اصلا استحالة ده عالم بلا ضمير مش ضمير كان حيا ومات حي امتى كان حي امتى يعني الضمير الانساني العالمي ده كان حي امتى انا هنا مش بتكلم على الشعوب الشعوب وقفة وبتحاول تعلي صوتها وبتتظاهر وبتقول وبتحاول تضغط الى اخره لكن الحكومات اللي موجودة في لان كلنا للأسف في هذه المنطقة احنا تعساء يا جماعة احنا اكتر منطقة تقدر تمارس ضغوط على الاوروبيين والامريكان والصهاينة ولا اقليم في العالم يمتلك كروط ضغط كالتي نمتلكها جميعا ولا نحرك كارت ضغط واحد واحد مش موجود لا موجود في جيب الجاكتة الجواني ما بنطلعش كروط الضغط ليه ما تعرفش طب ايه المصلحة التي تدفع الى عدم ابراز كروط الضغط حتى ابرازها التلويح بيها ولا حاجة ما تلاقيش منطق حتى ما فيش حاجة مفهومة لا شيء يهم على رأيه احسان عبدالقدوس لا شيء وكأنهم بيقولوا للفلسطينيين شيلوا شيلتكم لوحدكم احنا مناش دعوة